اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيها تشويق فيها تسلية للمؤمنين هذه القصص فيها اخبار لم نكن نعلمها نحن ولا غيرنا من قبل هذا الكتاب العزيز وهذا الوحي المبين انها تجيب عن كثير من التساؤلات التي تعرض في بعض الاذان وان المعلومات التي توجد في هذه القصص موثوقة وصحيحة للغاية بخلاف ما يخبر به بعض علماء دراسة الإنسان والأرض والتاريخ من فرضيات ونظريات لقد تحدثنا سابقا عن خلق الله لآدم قصة بدء الخلق هذه القصة العظيمة ونرى في قصة بدء الخلق اهتماما واضحا في الكتاب والسنة كيف بدأ الجنس البشري كيف وجد هذا الإنسان والمراحل التي مر بها آدم وأن الله أعلم الملائكة أنه سيخلق آدم قبل أن يخلقه واستفهام الملائكة لمعرفة الحكمة من وراء هذا الخلق وإخبار الله لهم أنه يعلم ما لا يعلمون وأنه خلق آدم من قبض من جميع الأرض من تراب ثم بالماء صارت طينا لازبا ثم صلصالا كالفخار وصلصالا من حمأ مسنون وشكل الله آدم وصوره بهذه الصورة ولم يكن آدم متحولا من حيوان آخر وإنما منذ خلقه الله هذا الإنسان الأول وهو على هذه الصورة وأن إبليس جعل يطيف به ويتعجب ولم رآه أجوف علم أنه لا يتمالك وأنه لا يسيطر على أمره تماما في كل غضب وعند كل شهوة وهذا مدخل لإبليس عرفه جيدا قبل أن تنفخ الروح في آدم ولما نفخت الروح في آدم وهذه النفخ من عالم الغيب الذي لا ندري عنه إلا ما أخبرنا الله به طارت الروح في جسد آدم فعطس فقال الحمد لله فقال له ربه يرحمك الله يا آدم ثم أمره أن يأتي الملائكة فيسلم عليهم فردوا عليه السلام وزادوه ورحمة الله وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم بعد أن بيّن لهم شرف هذا المخلوق وأنه يعلم أسماء الأشياء كلها ورفض إبليس السجود وكان مكلفا إذ أمرتك ولكنه عصى بسبب الحسد وبسبب الكبر واغتر بأصل خلقته فطرده الله من الجنة وطلب إبليس الإمهال فأجاب الله طلبه لحكمة يعلمها سبحانه ثم خلق الله حواء وجعلها زوجا لآدم وسكنا له لم تكن من مخلوقات أخرى وإنما كانت من ضلع آدم نفسه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها هناك تقارب هناك اشتقاق للزوجة من الزوج هناك تجانستام إنها خلقت منه لماذا قال تعالى ليسكن إليها وهذا السكن من آدم لحواء هو في كل البشرية أنعم الله على أبينا بهذه الزوجة وكل زوج يعلم أن زوجته نعمة عليه وأن الزوجة الأولى قد خلقت من ضلع الزوج الأول ولذلك إذا عرف أنها خلقت منه فلماذا يظلمها لماذا يضربها لماذا يهينها لماذا يعتبرها أنها محتقرا أو مهانا وقد خلقت من ضلعه خلق الله حواء وأسكنها مع آدم في الجنة أكرمه بزوجة وبسكن وما أعظم النعمة إذا كان يا أخي عندك زوجة وسكن وقد امتنى الله على أبينا بالزوجة والسكن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فجعل له سكنا مادي وهو الجنة وسكنا معنويا وهو الزوجة فإذا أنعم الله عليك بسكن مادي وسكن معنوي فعلم بأنها نعمة عظيمة تستوجب الشكر فاشكر ربك على هاتين النعمتين وقد اتفق أهل السنة أيها الإخوة والأخوات على أن الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام ثم أخرج منها هي جنة الخلد لأن كلمة الجنة إذا أطلقت في القرآن والسنة تنصرف إلى الجنة المعروفة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين مجموعة الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله أسكن تنبيه على أن دخول آدم الجنة كان مؤقتا إلى مدة ولم يكن خلودا لأن السكنة لا تكون ملكا فهو لم يملكه الجنة وإنما قال أسكن مثل العين المؤجراء مثل الشقة والبيت المؤجر يقال له أسكن أذنت لك أن تسكن في هذا البيت ولهذا قال بعضهم السكنة تكون إلى مدة ثم تنقطع فدخولهما في الجنة كان دخول سكنة لا دخول إقامة وقد أباح الله لآدم حواء أن يقترب من كل شيء وأن يستمتع بكل ما في الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما كلا أكلا واسعا هنيئا من حيث شئتما من ثمار الجنة إلا أن الله لحكمة منه سبحانه وتعالى نهاهما عن الاقتراب من شجرة واحدة معينة من أشجار الجنة واعتبر الاقتراب منها ظلما فقال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين نهاهما عن الاقتراب وليس فقط عن الأكل لأن النهي عن الاقتراب أبلغ وهذا سد الذريعة الذي ينكره اليوم كثير من المنافقين لا يعترفون بباب سد الذرائع ويعتبرونه تعقيدا وتشديدا ويريدون نسف هذا والقضية هذه قضية إلهية من الله لا تقرب الزنا أبلغ من قوله لا تزنو لا تقرب هذه الشجرة أبلغ من قوله لا تأكل من هذه الشجرة لأن النهي عن الاقتراب تحذير من أسباب الوقوع في المعصية فإذا لما أراد سبحانه وتعالى النهي عن الاكل من الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي الاكل وما يدعو إليه وهكذا فإننا نرى أن عدم قربان المعصية يكون بعدم تعاطي الأسباب التي تؤدي إليها ترجمة نانسي قنقر